بيبدأ الفيلم بسفينة فضائية متجه الكوكب بعيد جدا اسمه هومستد وبيكون عليها 258 واحد من طاقم السفينة وكمان 5000 راكب هيعيشوا على الكوكب هومستد بس كلهم بيكونوا نايمين في أجهزة متطورة جدا بتخليهم في مرحلة الثبات لأن السفينة المفروض توصل للكوكب كمان 90 سنة وده معناه ان مرحلة الثبات اللي هم فيها ديت بتخليهم شباب وما بيجبروش في السن طالما هم نايمين في الوقت ده بقى بيكون فيه مجموعة نيازك بتخبط في السفينة وبتسبب عطل فني فبيشتغل نظام الآلي بتاع السفينة وبيصحى مهندس ميكانيكي ساعتها اسمه جيم من حالة الثبات اللي هو فيها وده عشان يصلح العطل اللي حصل فبيصحى جيم وهو مرهب جدا وبيلاقي برنامج بيظهر له على شكل واحدة ست بترحب به وبتقول له روح قطك فورا عشان ترتاح لأن حالة الثبات اللي هو فيها خلته تعبان جسديا وفعلا بيوافق جيم وبيروح لقطه وبيكون فاكر ان السفينة كده قرب توصل لكوكب هومستد وبعد ما بيرتاح بيلبس هدومه وبيروح للغرفة اللي بيتجمع فيها ركاب وبيلاحظ ان الغرفة فاضية تماما وما فيش حد من ركاب صحي فبيكلم البرنامج اللي بيكون على شكل واحدة ست وبيبدأ يسألها هو ليه انا الوحيد اللي صحيت من حالة الثبات دي لكنها بتقول له انها مش عارفة السبب وساعتها بيحس جيم ان في حاجة غلط بتحصل فبيروح لغرفة القيادة وبيبدأ يكلم البرنامج المسؤول عن حركة السفينة الفضائية وبيسأله احنا قدامنا قد ايه ونوصل لكوكب هومستد فبيقول له البرنامج ان فضلهم 90 سنة ويوصلوا للكوكب وبيعرفوا انهم اتحركوا من كوكب الارض من 30 سنة وطول الفترة دي كان نايم وفي حالة الثبات تام فبيتسدم جيم لانه كده هيقضي عمره كله على السفينة وللأسف هيموت قبل ما يوصل للكوكب ساعتها بقى بيروح يسجل رسالة صوتية لشركة التكنولوجيا اللي صنعوا السفينة الفضائية وبيطلب منهم يساعدوه انه يرجع لجهاز السبات من تاني لانه مش عارف يشغله بس بعد ما بتخلص الرسالة بيقوله جهاز الرد القالي ان رسالة دي هتبعت في 19 سنة وهيوصلوا رد الشركة بعد 55 سنة فبيتدايق جيم جدا وبيروح للبارلة في السفينة وهناك بيشوف واحد بيشتغل فيه وبيروح يتكلم معاه لكنه بيتفاجئ انه مجرد رابط مش انسان وبيعرفوا الرابط دوة ان اسمه ارثر وبيقدم له مشروب فبيبدأ يسأله جيم لو يعرف اي طريقة عشان يشغل بها جهاز الثبات بس ارثر بيقوله معرفش اي معلومات عنه ساعتها بقى بيضطر جيم انه يرجع قطه وينام المهم تاني يوم بيصحى وبيروح لجهاز الثبات بتاعه وبيحاول انه يعدل الاسلاك بتاعته يمكن يقدر يشغله لكنه برضو في النهاية بيفشل لان طاقم السفينة بس هما لليوم الصلاحية في تشغيل الجهاز فبيروح ساعتها لغرفة الطاقم وبيحاول يكسرها يمكن الغرفة داية تتفتح ويصحى حد من الطاقم لكنه للأسف ما بيعرفش لان باب الغرفة بيكون مصنوع من معدن قوي جدا وبتعد الشهور كتيرة ومش بيقدر جيم للأسف يفتح الغرفة نهائي لحد ما بيستسلم تماما وبيروح يتكلم عن روبة ارثر وبيقول له انا حزين جدا لان هقضي عمره كله الوحدة على السفينة لحد ما موت فبيوسيق ارثر وبيقول له ان كل الكائنات كده كده بتموت وبينصحه ان يتقبل الامر الواقع ويستمتع بالوقت اللي فضله وفعلا بيقتنع جيم بكلامه وبيروح يلعب بسكت والعاب الرأس الالكترونية وبتعد سنة كاملة وكل يوم فيها بيقرر يومه بنفس الطريقة لحد ما بيزهق جدا وبيحس بالملل فبيروح لغرفة بيدة للفضاء وبيلبس واحدة فيهم وبعدها بيخرج من السفينة عشان يتفرج على النجوم ساعتها بيحس بالوحدة جدا وبيفضل يعيط فبيرجع للسفينة ساعتها وبيكرر ان يني حياته وده عن طريق ان يدوس على الزرار اللي بيخرجه للفضاء لكنه ساعتها بيخاف وبيطلع يجري وهو مرعوب لحد ما بيوصل للغرفة اللي فيها اجهزة الثبات بتاعت الركاب هناك بقى بيشوف واحدة منهم اسمع أرورة وبيعجب بيها جدا فبيشغل فيديوهات التعريف بتاعتها وبيعرف انها كاتبت روايات مشهورة فبيفكر وقتها انه يصحيع من جهاز الثبات وبيروح وقتها بيبوز جهاز أرورة وبيبدأ يشوفها وهي بتصحى قدامه وبيطلع يجري ساعتها عشان ما تعرفش ان هو اللي صحها وبعدها بيخرج يكلم معها وبيقولها ان فيه عطل حصل في السفينة وهو اللي صحها واكيب برضو حصل لها عن نفس الشيء وبيعرف ان السفينة للأسف لسه قدامها 89 سنة وتوصل لكوكب هوميستد وانهم كده يموتوا قبل ما يوصلوا للكوكب ساعتها بتتفزع أرورة جدا وبتطلع تجري على غرفة الثبات عشان ترجع للجهاز بتاعها بس جيم بيقولها انه للأسف مفيش اي طريقة يقدر يرجعوا بيها لحلت الثبات وما قدامهمش غير حل واحد انهم يصحوا حد من طاقم السفينة لانهم الوحيدين اللي يعرفوا طريق تشغيل الجهاز بس للأسف هو مش عارف يفتح الغرفة بتاعتهم ازاي فبتتصدم أرورة وبتروح قضيتها عشان تنام وساعتها بيروح جيم للبار وبيكون حاسس بالذنب جدا عن عمله فبيتكلم مع أرثر وبيطلب منه ما يقولش الأرورة انه هو لصحها لحد هو ما يعترف لها بالحقيقة في الوقت المناسب تاني يوم بقى بيعد عشان يفتر معاها فبتسأله أرورة لو يقدروا هم بنفسهم يصنعوا جهاز ثبات فبيقول لها جيم انا بقالي سنة كاملة على السفينة وجربت كل حاجة فيها عشان ارجع لحلت الثبات ولكن برضو في النهاية مفيش اي فايدة لان الشركة اللي صنعت الاجهازة ديت مذكروش اي حاجة عن طريقة صنعها فبترفض أرورة انها تستسلم وبتروح تكلم جهاز الرد الالي بتاع السفينة وبتسأله عن اي طريقة تصنع بيها اجهاز تثبات بس الجهاز بيقول لها ان دي معلومة سرية بعد شوية بقى بتروح عشان تتكلم مع جيم وبتبدأ تسأله انت ليه سيبت الارض وسفرت الكوكب غريب مع انك عارف انك لو رجعت كوكب الارض تاني هيكون عدة 180 سنة او اكتر وده معناه انه مش هيشوف اي حد من عيلته لانهم خلاص هيكونوا ماته فبيقول لها جيم انه كده كده ياتيم وملوش اي حد بعدها بقى بيتمشوا مع بعض اول كاتبة تسافر لكوكب جديد بعد شوية بقى بياخدها جيم لغرفة الالعاب وبيفضله يلعبه مع بعض لحد ما بيروح للبار وبتتعرف ارورا ساعتها على الروبوت ارثر وما بترجع لعودتها بتلاقي ان جيم بعت لها روبوت ومعاه ورقة وكاتب لها فيها انه عاوز يتعاش معها وفعلا بتوافق ارورا وبيروح يتعاشه سوا وبتبدأ تحكيله عن حياتها في كوكب الارض وكمان عن والدها فبيركز جيم في كلامها وبيبام نظراته كده انه بيحبها جدا وبعدها بيروحوا عشان يلبسوا بيدا للفضاء بعدها بيخرجوا للفضاء عشان يتفرجوا على النجوم والاول مرة ارورا بتكون مبسوطة جدا وبتعجب بيه المهم تاني يوم بيقعدوا يفطروا سوا وبيعترفوا بحبهم لبعض وبيقرروا يرتبطوا ويعيشوا حياتهم مع بعض على السفينة ديت وبعد السنة بيجي عيد ميلاد ارورا وبيجيب لها جيم تورطايا وبيعودوا يحتفلوا بيه سوا بس ما بيروح البربي يسيبها وبيروح يقف لوحده وبيطلع خاتم عشان يفجئها به ويعرض عليها الجواز وقتها بيتكلم معاه الروبت ارثر وبيقول لها ان جيم كان معجب بيك جدا وان هو لصحاقي اصلا لما كنت نايمة في جهاز السبات فبتتسلم ارورا وبتقول جيم ابعد عني ومتتكلمش معايا تاني وبعدها بتروح لقضتها وبتفضل تكسر في كل حاجة قدامها وبتكرر وقتها انها تنتقم منه على عمله وبالليل بتروح لقضته وبتفضل تضرب فيه وبتمسك حديدة عشان عاوزة تخلص عليه لكنها بتتمالك عصابها وبترمل حديدة وبتمشي بعد شوية بقى بيقعد جيم لوحده في القضة وبيروح الساعتها ان في خلال عمال بيظهر على الكمبيوتر بتاع السفينة وبيطلع ان السفينة اصلا فيها اعطال كتير جدا بسبب النيازك اللي خبطت فيها المهم في يوم بتخرج قرورة من قضتها وبتلاقي ان جيم زرع لها شجرة كنوع من انواع الاعتدار لانه عارف انها بتحب الشجر فبتفرح قرورة جدا وبتروح غرفة الاكل عشان تفتر بس فجأة بتسمع هي وجيم صوت كابتن السفينة وبيتكلم في المايكروفون وبيسأل مين اللي زرع شجرة على السفينة بتاعته فبيروح عشان يقابله وبيعرفهم ان اسمه الكابتن جاز وبيسألهم هو فاضل قد ايه ونوصل لكوكب هومستد فبيقولوله انه فاضل تمانية وتمانين سنة ساعتها بيعرف انه حصل خلل في السفينة هو اللي خلاهم يصح من الثبات وبيقولهم برضو انه حصل معاه نفس الشيء وبعدها بياخدهم لغرف الطاقم السفينة اللي هم ما كانواش عارفين يفتحوها وبيحاول يعرف سبب العطل اللي حصل في السفينة فبيتفاجئ ساعتها ان السفينة فيها اعطال كتير جدا وانه من الصعب للأسف انه يصلحها كلها فبيكرر انه ياخد جولة في السفينة ويشوف اجهزة الثبات كلها يمكن يعرف طريقة لحل الاعطال ديت واما بيروح لجهاز الثبات بتاع ارورة بيعرف ان جيم هو اللي بوازه صحاها فبيعترف له جيم انه عمل كده فعلا وبيعرف انه قاعد سنة كاملة لوحدة على السفينة وانه ندمان جدا على عمله فبيسيبه جاس وبيرجع لغرفة الطاقة مرة تانية وهناك بيتيجي ارورة تتكلم معاه وبتقوله ان جيم دمر لها حياتها فبيقول لها الكابتن جاس انها ليه حق انها تزعل بس جيم برضو عمل كده غصب عنه واثناء كلامه بيتعب جدا وبيقول لها انا هروح بس استرايح شوية وهرجع بعد كده عشان افحص الاعطال بتاعت السفينة فبتروح ارورة وقتها لحمام السباحة وفجأة بيحصل عطلة تاني في السفينة وبتفقد الجاذبية ساعتها بيكون جيم نايم في قطه وبيطير في الهوى اما ارورة بقى فما بكونش عارفة تخرج من المية بس الحصن حظها ان الجاذبية بترجع مرة تانية فبتخرج من حمام السباحة بسرعة وبيروح جيم وقتها عشان يتطمن عليها وبيصحه لكابتن جاس وبيروح لغرفة الطاخم هناك بقى بيكتشفوا ان السفينة فيها 16 عطل وان الاعطال دي تعملت زيد كل يوم عن يوم وبالطريقة دي السفينة هتتدمر في خلال سنة واحدة بس وبالتالي مش هتوصل للكوكب هومستد فبيخدهم لغرفة المحركات وبيقولهم لازم نفحصها بسرعة عشان لو لقوا محرك بايز يصلحوه ويرجعوا السفينة زي ما كانت بس ساعتها بيفقد الكابتن جاس الوعي وبيخدول الغرفة الطبية وهناك بيتفاجأ ان عنده سرطان وهيموت في خلال ايام فبيحس بالتعب جدا وبيرجع لقطة عشان يرتاح وفجأة للأسف بيحصل برضو عطل تاني على السفينة وساعتها بيروح يدوروا على جاس فبيلاقوا انه قاعد لوحده وبيطلب منهم يخلوا بالهم من بعض ولازم يتعاونوا عشان يصلحوا العطل اللي في السفينة وبعدها بيدل اسفرة بتاعته الجيم وبيقولوا انه هيقدر يدخل بيها اي غرفة في السفينة وما بيخلص كلامه للأسف بيموت وبتزيد الاعطال اللي في السفينة اكتر من الاول فبيروحوا لغرفة المحركات وبيبدا يدوروا على العطل اللي في السفينة وفجأة ساعتها بيتفتح غرفة وبيخرج منها هوا بيسحب اورورا لبرة فبيحاول جيم انه ينقذها وبيقفل الباب بسرعة ساعتها بيكتشفوا ان النيازك لما خبطت في السفينة اتسببت في وجود فتحات فيها وده اللي بيفصر سبب الهوا اللي كان بيدخل جوه السفينة فبيتفاجئ جيم ساعتها انه في فتحات كتير جدا في السفينة وهي اللي تسببت في عطل المحرك الرئيسي وكمان الكمبيوتر اللي بيتحرك في قيادة السفينة أليا فبيحاول جيم انه يصلح المحرك دوت وبيكتشف ان الباب بتاع المفاعل بيولي الطاقة للأسف مقفول ودلوقتي لازم يروح بنفسه عشان يبرد المفاعل وإلا الحرارة بتاعته هتضمر السفينة كلها فبتقلق اورورا لانه ده خطر جدا عليه وساعتها بيلبس جيم بدلة الفضاء وقبل ما يخرج من السفينة بتترجع اورورا انه مايموتشي لانها مش هتقدر تعيش على السفينة دي من غيره وفعلا بيروح يفتح باب المفاعل وبتخرج الحرارة كلها من السفينة وبتشتغل مرة تانية بس للأسف الحرارة دي بتيجي في جيم وبتحتفه بعيدة عن السفينة والمصيبة بقى انه قنبوبة الأكسجين بتاعته بتتكسر وبيبدأ يتخنق لحد ما بيموت فبتلبس اورورا بدلة الفضاء وبتروح عشان تاخده وبترجعه للسفينة مرة تانية وهناك بتدخله بسرعة لجهاز الإنعاش والحصن الحظ بيفوق وبعد شوية بيفحط جيم أنظمة السفينة وبيعرف انها راجعت سليمة ومش متعطلة وبيقول لأورورا انه اكتشف على الجهاز الطبي ان فيه وضع الثبات وده معنا ان لو حد شغله هينام تاني لمدة 88 سنة وبالتالي هيوصل لكوكب هومستد بس للأسف بقى مفيش غير جهاز واحد بس فبيطلب منها انها تدخل الجهاز دوت عشان يصلح غلطته وهو بقى هيكمل حياته لوحده على السفينة لحد ما يموت بس الغريب ان أورورا بترفض وبتقول له انا هكمل حياتي معاك واما بيروحوا للبار بيقدم لها جيم خاتم وبيعرض عليها الجهاز وفعلا بتوافق وبيكملوا حياتهم مع بعض وبعد 88 سنة بتوصل السفينة اخيرا لكوكب هومستد فبيصحى ركاب كلهم وبيلقوا ان أورورا مسجل لهم تسجيل صوتي بتحكي لهم فيه اللي حصل وبيكتشف ساعتها انهم زرعوا الشجر كتير في السفينة طول فترة حياتهم وانهم الاتنين للأسف ماتوا مع بعض وبيخلص الفيلم لو عجبك الفيلم بقى اعملي لايك للفيديو واشترك في القناة وعلى فكرة انا عملت قناة تانية وسميتها اوفردوز افلام وهسيب لكم الرابط بتاعها في وصف الفيديو خش بقى خد لك جولة فيها وما تنساش الاشتراك مع السلامة